بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وضو هيئة كبار العلماء وضو اللجنة الدائمة للإفتاء فحي الله فضيلته حياكم الله وبركاته فضيلة الشيخ بماذا تنصحون المرأة المسلمة إذا نزلت للسوق سواء في ليالي رمضان أو في غيرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الذي ننصح به المرأة المسلمة أن تبقى في بيتها خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشرور أن تبقى في بيتها لأنه أحفظ لها وأستر لها وأبعد لها عن الفتنة إلا إذا عرضت لها حاجة لا بد لها منها لا بد لها من الخروج من أجلها فإنها تخرج بقدر الحاجة وتكون متسترة بالكامل في جسمها حيث لا يبدو منه شيء ولا تتطيب لا تقرب أي شيء من أنواع الطيب عند الخروج وأن تبتعد عن مزاحمة الرجال وأن تبتعد أيضا عن مغازلة الرجال أو ممازحتهم أو التوسع معهم في الكلام لأن ذلك يطمع أهل القلوب المريضة ثم تعود إلى بيتها بعد انتهاء حاجتها قال الله جل وعلا لنساء النبي وهن أطهر نساء العالمين وأتقى نساء العالمين لله عز وجل قال الله لهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قال قبلها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم والرجس أهل البيت ويطهركم تطهير يعني قال بعد هذه الآية فأمر الله نبيه أمر الله نساء نبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن لأنهن القدوة لنساء الأمة نهاهن عن التبرج والتبرج هو إظهار المحاسن وإظهار الزينة عند الخروج سواء زينة البدن أو زينة الثياب هذا هو التبرج ونسبه إلى الجاهلية لأن كل ما هو من أمور الجاهلية فهو مذمون فالمرأة المسلمة التي تتبرج بالزينة متشبهة بنساء الجاهلية ومن تشبه بقوم فهو منهم ثم نهاهن عن الخضوع بالقول وهو الممازحة والتوسع والتبسط في القول مع الرجال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني مرض الشهوة إذا خضعت له المرأة بالقول وتبسطت معه ومازحته فإنه يطمع في الوصول إلى الفاحشة معها وربما أن الشيطان يزين لهما ذلك وقلنا قولا معروفا كلام بقدر الحاجة وليس فيه مطمع لأصحاب الشهوات فهذه وصية الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن قدوة لنساء الأمة وهن أتقى نساء هذه الأمة فكيف بغيرهن ممن لا يصل إلى درجتهن في العفة والطهارة وتقوى الله سبحانه وتعالى فالنصيحة لنساء المسلمين أن لا يخرجن للأسواق ولا لغيرها في رمضان ولا غيره إلا بقدر الحاجة والضرورة مع التزام الآداب الشرعية والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة نعم بارك الله فيكم ونفع بما قلتم فضية الشيخ أيضا تستعد بعض النساء للعيد بملابس جديدة وربما اشترت مجلات البردة ما يسمونها بالأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات الملابس الجديدة وربما اقتنتها لديها في بيتها حتى بعد انتهاء حاجتها علما بأنها مليئة بالصور صور النساء فما رأيكم في هذا لا بأس بالفرح بالعيد والتزين في حدود الشرع ولا يكون تزينا يفتن الرجال أو تخرج به إلى الأسواق بل يكون في محيط بيتها وفي محيط أسرتها ومع النساء هذا لا بأس به وأما مجلة الأزياء فما هي هذه الأزياء هذه مستوردة ليست من ملابس المسلمين وربما يكون الذين صمموها يريدون إفساد نساء المسلمين بهذه الأزياء وإخراجهن عن أداب الشرع في هذه الملابس المخالفة للحجاب الشرعي فالمرأة المسلمة تتق الله ولا تتابع هذه الأزياء وإنما تلبس ما جرت عادتها وعادة نساء بلدها المسلمات بلبسه إذا كان هذا اللباس لا يخاله شرع الله سبحانه وتعالى وأما الصور فلاها حكم آخر وهو إذا كان القصد اقتناء هذه الصور والنظر فيها فهذا حرام لأن الله حرم التصوير وحرم استعمال الصور واقتناء الصور لأجل النظر إليها أو لأجل الذكريات قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها فلا يجوز الاحتفاظ بهذه الصور الفاتنة الصور عموما لا يجوز الاحتفاظ بها فكيف إذا كانت صورا فاتنة وفاضحة ولنساء متعريات لا يبالين بآداب الإسلام فالمرأة المسلمة تجتنب هذه الأمور وتبتعد عنها لأنها مسلمة ليست مثل هؤلاء النسوة التي يظهرن في هذه الصور التي لا دين لهن أو دينهن يكون ضعيفا مهزوزا لا يبالين بما يخل بأنوثتهن وآدابهن الشرعية بارك الله فيكم أيضا تقول تشتد منافسة القنوات الفضائية وتفننها في عرض المسلسلات والبرامج ربما وجد فيها ما وجد من تكشف للنساء وطرح لأفكار وعادات لا تليق بحياة المسلمة ما حكم مشاهدة ومتابعة وإهدار هذه الليالي المباركات من هذا الشهر العظيم في مطالعتها كذلك أنا أنصح الرجال والنساء وجميع المسلمين أن لا ينظروا في هذه القنوات الخبيثة لا في رمضان ولا في غيره لما تجلبه من الشرور والفتن فساد الأخلاق والتشكيك في الدين غير ذلك من المحذورات فإنها سلاح مجند لتدمير أخلاق المسلمين وتدمير عقائدهم فهي سلاح فتنة الناس أو جميع العالم يخافون من الصواريخ المدمرة ويخافون من القنابل الذرية ولكن أنا عندي أن هذه القنوات أشد من القنابل الذرية وأشد من الصواريخ الفتاكة لأن القنابل الذرية والصواريخ الفتاكة غاية ما تكون أنها تقضي على الحياة والحياة ليست بدائمة كل يموت كل من عليها فان ولكن هذه القنوات الخبيثة تقضي على الأخلاق تقضي على الدين وتقضي على العقيدة وماذا يبقى بعد ذلك في الدنيا والآخرة فالواجب أن المسلمين يتقون هذه القنوات ويبتعدوا عنها ويبعدوا عنها نساءهم وأولادهم في رمضان وفي غيره لكن في رمضان علاوة على كون النظر فيها محرما ومؤسما فإنه أيضا ينضاف إلى ذلك انتهاك حرمة الشهر العظيم وعدم المبالاة به وأيضا ينضاف إليه أن المعصية في رمضان أشد من المعصية في غير رمضان وينضاف إليه ضياع الأوقات فيما يضر ولا ينفع فالواجب تجنب هذه القنوات والحذر منها والابتعاد عنها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى صلى الله على محمد اللهم صلى الله عليه وسلم على عبدك رسوله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم أيضا ما يقال من أهمية استغلال هذه الليالي المباركات ودلالة أهل البيت إلى الخير وقيادتهم لها ومسؤولية الأب والراعي في أن يسير هذا البيت لما فيه الخير ماذا تقولون في هذا يا شيخ؟ نعم يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته ورب البيت راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فبعد رعاية الإمام العام تأتي رعاية صاحب البيت فهو راع على من في بيته من الأسرة رجالا ونساء كبارا وصغارا حتى الضيوف الذين ينزلون عنده هو مسؤول عنهم ما داموا في بيته فهو راع عليهم فإن قام بالرعاية وحفظهم من المعاصي وألزمهم بطاعة الله فإنه راع صالح أدى الواجب عليه وأما إن أهملهم وتركهم فإنه مسؤول عن رعيته يوم القيامة ومن الذي يسأله ومن الذي يحاسبه هو الله سبحانه وتعالى وسيؤاخذ على كل ما فرط ويندم على كل ما ضيع ويقف موقف الحساب الدقيق أمام رب العالمين لماذا ضيع رعيته لماذا ضيع أولاده من بنات وأبناء وزوجات وقريبات لماذا ضيعهم وهم أمانة عنده ومسؤول عنه نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه جواد كريم إلى أن نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته